أهلاً وسهلاً بكم عزائي طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي الصناعي طبعاً خدنا في الحلقة السابقة التكامل الغير محدد وقلنا التكامل هي عملية عكسية للمشتقة وطبعاً لما تيجي مثلاً عندك اتنين سين لما تيجي نكملها اتنين سين قس اتنين على اتنين زائد ثابت التكامل لأن التكامل هنا مش متصل على فترة معينة ما ذكر ليش حدود التكامل طب لو ذكر لي حدود التكامل يبقى طبعاً بتطلع عليها قيمة معينة لما نيجي نشوف التكامل احنا بتزود القس واحد ونقسم على القس الجديد تعال نشوف مع بعض احنا هنعمل ايه في التكامل المحدد وايه التعريفات اللي موجودة عندنا وايه القواعد اللي احنا هنشتغلها نفس القواعد اللي احنا اشتغلناها قبل كده في التكامل الغير محدد طبعاً لما يكون عندي دلة كثيرة الحدود بنزود القس واحد ونقسم على القس الجديد لما يكون قوس داخله دلة من الدرجة الاولى وكل قس عدد يبقى نكامل القوس على مشتكة ما بداخل القوس زائد ثابت التكامل لما يكون دلة في قوس السعادة في مشتكة ما بداخل القوس يبقى نكامل القوس فقط زائد ثابت التكامل كل ده انا بزود ثابت التكامل لان التكامل غير محدد اما لو كان التكامل محدد فهيطلع بكيمة معينة او بكيمة محددة عدد حقيقي تعال نشوف الكلام ده ونشوف مع بعض على الورد التكامل المحدد اذا كانت دال دلة معرفة ومتصلة في الفترة من الف لبها فترة المغلقة وكانت كاف هي المشتقة العكسية للدال دال معناها ايه ان تكامل الدال هي ايه كاف في الفترة من الف وبها فان فترة المغلقة فان تكامل الدال طبعا اللي هو يطلع كاف سين وحدود التكامل من الف لبها لاحظ حاجة ان الصغير يكتب تحت حدود التكامل وكبير يكتب فوق طيب ناتج التكامل نعود بالكبير الاول بدل سين نحط به لفوق ناقص الف اللي هي تحت تعال نشوف الكلام ده بعد ما نسجل ملحوظة كمان يبقى انا لما باجي بحدود التكامل يبقى التكامل عندي بيطلع لي كيمة معينة ناخد مثلا ايه عندك سين هنيجي نكملها هتقولي في الفترة من صفر الواحد هنقول سين قسي اتنين على اتنين وحدود التكامل من صفر الواحد اعود مرة بالواحد ومرة بالصفر واترحهم من بعض تعال نشوف بس بعض الملحوظات الاول قبل ما ايه نطبق في المساكل شوف ملاحظة هامة جدا هنا عندي بيقولك لو عندي تكامل من الف لبه للدلة سين بالنسبة لسين لازم بتطلع عدد ايه حقيقي لو كان عندي تكامل من الف لبه وبالنسبة للدلة سين بالنسبة لسين طيب تكامل الدلة دي على الفترة من الف لبه الفترة المغلاقة طب لو انا بدلت الف مكان به وبه مكان الف يبقى اغير الايه الاشارة يبقى سالب تكامل من به لالف دل السين بالنسبة لسين تعال برضو التكامل المحدد لو من الف الى الف من اتنين لاتنين من تلاتة لتلاتة من ستة لستة من سلب واحد لسلب واحد دل السين بالنسبة لسين لازم ان الناتج يكون بيساوي ايه صفر ده كل الملاحظات اللي هو موجودة عندك واللي انت بتشتغل عليها يبقى احنا هنكامل بطريقة عادية جدا مفيش جديد هو كل العملية ان انا بيتم التعويض بالعدد اللي في الفترة اللي هو من دهالي العدد الكبير الاول ناقص العدد الصغير الاول بعد ما بجري عملية الايه التكامل ما بضيفش ايه سابق تعال بقى كده نشوف مسألة جميلة حلوة ظريفة زي المسألة اللي موجودة قدامنا دي بيقولي ايه اوجي التكامل من سالب 3 ل2 3 سين تربيع بالنسبة لسين يبقى تكامل 3 سين تربيع التكامل المحدد ل3 سين تربيع المحدود بالفترة من سالب 3 لكامها ل2 تعال نشوف نكامل عادي جدا المسألة يبقى هنا 3 سين ازود القص واحد يبقى كام 3 على كام على 3 هقول زي السابق لا لان التكامل هنا محدد يبقى هعمل كس كده ابن حلال من سالب 3 الى اتنين اشتب ده مع ده ما اعرفش نفسي تعال بقى اتعوب بالاتنين الاول اتنين اثنين قص ثلاثة ناقص اعوب بالسالب 3 يبقى سالب 3 قص ثلاثة يبقى انا عملتي ايه اول حاجة زودت القص واحد يبقى سين قص اثنين لما زود اواحد يبقى كام ههه تلاتة على كام على 3 طبعاً التلاتة راح اتمع التلاتة حدود التكامل مش هقول زائد ثابت ده اعمل كس جميل زي كده وحدود التكامل من سالب ثلاثة الى كام الى اتنين اعوض مرة باللي فوق الاول بالعدد الكبير ناقص العدد اللي تحت اهو اعوضت باتنين قص ثلاثة ناقص وبعدين اعوضت بسالب ثلاثة قص ثلاثة تعالوا نشوف كده اتنين قص ثلاثة بكام بتمانية ناقص هنا سالب سبعة وعشرين يبقى 8 زائد 27 بيدينا كام 35 يديني عدد حقيقي ولا لا يبقى التكامل المحدد لازم يدي ناتج يدي عدد موجود عندي يبقى تاني أنا عملتي ايه في المسألة دي بص لها كده شوية 3 سين قس 2 تكامل بالنسبة للمتغير سين تكامل المحدد للدلة 3 سين قس 2 بالنسبة لسين وحدود التكامل من سالب 3 لكام الاتنين زودت القس واحد يبقى سين قس 3 على 3 التلاتة راح اتمعها التلاتة وحدود التكامل ما قدش زائد ثابت يبقى من سالب 3 لاتنين اعود بالفوق الاول بالاتنين تطلع اتنين قس 3 ناقص سالب 3 قس 3 اتنين قس 3 بتمانية ناقص ناقص 27 تمانية سالب في سالب بموجة بسبعة وعشرين يدينا كام 35 تعال نشوف كمان مسألة ونشوف احنا هنعملها ازاي ونفكر مع بعض تكامل لما اتدل سين تربيع زائد 4 سين ناقص 2 التكامل المحدد من كام لكم من صفر الاربعة بالنسبة للمتغير سين خلي بالك من اللي احنا بنعمله تعال نشوف اول حاجة بنعمل ايه؟ زود القس واحد اني كامل عادي جدا من الطريقة بتاعتنا يبقى 3 على كام؟ على 3 فانا افضل ان انا اكتبها بالتسطورة دي عشان ما اكبرش الشكل بتاعي زائد 4 سين قس كام؟ قس 2 على كام؟ على 2 ماشي ناقص تكامل ده يبقى 2 سين هقول زائد ثابت؟ لا ده تكامل محدد اعمل الكس بتاعي الزريف ده واقول من صفر كام لاربعة عاوز ابسط؟ ببسط عاوز اعود مباشرة اعود مباشرة طيب لما نيجي نعود مباشرة تعال كس كبيرة هو اعود بالكيمة اللي فوق الاول ناقص الكيمة اللي تحت طيب اربعة قس تلاتة اعود باللي فوق هو اربعة قس تلاتة يبقى اربعة وستين على كام؟ على تلاتة هنا اربعة قس تلاتة خلي بالك من يبقى ستاشر ستاشر على الاتنين فيها التمانية تمانية فاربعة باتنين وتلاتين تاني اربعة فاربعة بستاشر خلي بالك ستاشر على الاتنين فيها التمانية تمانية فالالاربعة باتنين وتلاتين ناقص اتنين فاربعة بكام؟ تمانية اعود تاني بالصفر يبقى تلت في صفر بصفر زائد صفر ناقص صفر تعال نشوف الناتج ده ونشوف كده يطلع كم تعال بالقالة الحسبة 64 على الثلاثة زائد 32 ناقص ثمانية تطلع 136 على ثلاثة ناقص صفر صفر زائد صفر زائد صفر يدينا صفر يبقى يديني 136 على الثلاثة اللي هي بتساوي كم؟ بيساوي 45 و3 شوف انا عملت المسألة ازاي؟ تاني تعال تكامل الدلسين تربية التكامل المحدد للدلسين تربية زائد 40 ناقص 2 سين من صفر ل4 بالنسبة للمتغير سين تعال التكامل المحدد يبقى قولت سين قص ثلاثة على ثلاثة زائد 4 سين القص هنا واحدة زود واحدة يبقى اتنين على اتنين ناقص 2 سين حدود التكامل من كم لكم؟ من صفر لكم؟ ها الاربعة طبعا انا ما قلت السابت ليه؟ لان تكامل محدد تعال يبقى اهوض باللي فوق الاول ناقص اللي تحت تعال انا اهوض باللي فوق اربعة قص ثلاثة يبقى اربعة فاربعة فاربعة باربعة وستين على ثلاثة وهنا اربعة فاربعة بستاشر على اتنين فيها تمانية فاربعة باتنين وتلاتين ناقص اتنين في اربعة بكم؟ ها بتمانية ناقص صفر صفر وصفر يبقى اربعة وستين على ثلاثة زائد اتنين وتلاتين ناقص تمانية يدينا مية ستة وتلاتين على ثلاثة يدينا خمسة واربعين وإيه؟ وطلت قدتني كيمة برضو معينة تعال بقى كده يعني انت النهاردة لما بتجي تشتغل المسألة بتبقى عارف انت بتعمل ايه فيها؟ تكامل المحدد والتكامل غير المحدد التكامل المحدد بيديك فترة فترة التكامل اللي هي حدود التكامل يقولك من واحد لاتنين يبقى انا هكامل عادي جدا وعود مرة باتنين وعود مرة بواحد من الف لبه؟ انا قلت من الف لبه؟ يبقى الف هي صغيرة وبه هي كبيرة يبقى على طول اعود مرة بالبه هكامل عادي جدا بالقواعب بتاعتي اعود بالبه ومرة اعود بالالف واترحهم من بعض بعد مجري عملية التكامل لما نيجي نقول خاصية مهمة جدا تعالى معايا ونشوفها مع بعض على الورق الخاصية بتقول ايه بيقولك اذا كانت دلة معرفة ومتصلة في الفترة من الف لبيع وكانت جيم تنتمر الفترة دي يعني لو من اتنين لستة في ما بينهم كام اربعة وفي تلاتة مثلا يبقى انا ممكن اقول اربعة تنتمر الفترة دي يبقى هنا لو عندي جيم هي اللي تنتمر الفترة بدل الاربعة يبقى هكامل من الف لجيم يبقى تكامل من الف لبيع هقسمها لتنين تكامل يبقى من الف لجيم بالنسبة للدلة دي زائد تكامل من جيم لبيع بالنسبة لنفس الدلة لما تيجي تبص الحاجة زي كده تجي لي سؤال الامتحان ازاي يجي لك التمرين ازاي بنتعامل معه ازاي خلي بالك من اللي احنا بنعمله ونشوف انت بتعمل ايه لما ييجي مثلا يقولك الفترة من اتنين لتلاتة من اتنين لستة اخد مثلا عدد وليكن اربعة بتنتمر الفترة دي يبقى هكامل من اتنين لاربعة للدلة اللي موجودة عندي زائد تكامل من الاربعة للستة لنفس الدلة طيب السؤال بيجي ازاي يقولك اثبت ان التكامل من كزا الى كزا بيساوي كزا الى كزا عدد الى عدد في الفترة دي زائد تكامل بيقسم لي الفترة الكبيرة دي لجزئين ويبقى هم دول حدود التكامل وتجمع التكامل ايه مع بعض تعال نشوف المسألة بيقولك اثبت ان اثبت ان ايه سين تكامل من اثنين لستة سين تكعيب بالنسبة لسين بيسوي تكامل خلي بالاك باوittة من اتنين الاربعة لسين تكعيب بالنسبة لسين زائد تكامل من اربعة لستة لسين تكعيب بالنسبة لسين خلي بالك الأربعة لاحظت حاجة الأربعة اللي قررت هنا وهنا مش تنتبه للفترة دي طيب ناخد الطرف الأيمن لواحده الطرف الأيمن الحل الطرف الأيمن بكل بساطة وكل هدوء ناخده نكامل سين والسربعة على كام على الأربعة حدود التكامل من كام لكام من اتنين لست نعود مرة بالستة ومرة بالاتنين تعالنا نعود بالستة يبقى ستة والسربعة على كام على الأربعة نعود بالاتنين يبقى اتنين والسربعة على كام على الأربعة هذه اللي هنا عودت ستة والسربعة على الأربعة وهنا اتنين والسربعة على الأربعة ويجيبها بالآلة الحزبة هيطلع حوالي 320 يعني هنا دي بتلتمية أربعة وعشرين ناقص الأربعة بتديني 320 تعال بقى نشوف الطرف الأيسر اللي هو ده تعال كامل سين قصة أربعة على أربعة حدود التكامل من كام من اتنين لأربعة زي كامل ده سين قصة أربعة على أربعة حدود التكامل من كام من أربعة لستة تعال نزبة الدنيا أهي أول واحد أربعة قصة أربعة على كام على الأربعة وهنا 2 أس 4 على كام؟ على الأربعة زائد 6 حدود التكامل 6 أس 4 على كام؟ على الأربعة ناقص 4 أس 4 على الأربعة هطلع الناتج كم عندك؟ تعال انبص كده يبقى هنا تطلع الناتج 256 على الأربعة ناقص 16 على الأربعة زائد دي أول حاجة زائد ده 6 أس 4 على الأربعة تطلع 324 أربعة أس 4 بـ 256 على الأربعة فيها الأربعة وستين يطلع على طول 60 زائد 260 تطلع برضو 320 لو انت بسيت هنا أنا عملت إيه؟ خدت الطرف يمين لوحده كاملته يلا نكامل سين أس 4 على الأربعة عوضت من 2 ل 6 عوضت بالستة الأول 6 أس 4 على الأربعة نقص 2 أس 4 على الأربعة ودي كان اتنين من واحد واتنين ينتج ان الطرفان متساويا طرف الايمن بساوي الطرف الايصر دي كده اللي انت لازم تكون عارف وانت بتشتغل بتشتغل ازاي هي العملية بسيطة والعملية سهلة جدا يبقى انت التكامل المحدد على فكرة التكامل المحدد ده بنستفيد منه بان احنا بنوجد اي مساحة موجودة تحت المنحنة اي مساحة تحت المنحنة اللي يصعب حسابها احنا بنحسبها على طول بالتكامل المحدد بناخد حدود شريحة وحدود التكامل ونعمل التكامل المحدد ليها ويحسب لنا المساحة اللي موجودة تحت المنحنة ودي من التطبيقات اللي هناخدها فيما بعد بشأن ازايك تعالا نشوف كمان تمرين ونشوف احنا هنعمل ايه فيه بيقول لي ايه في التمرين ده بيقول لي تكامل اتنين سين اتنين سين ناقص تلاتة بالنسبة للمتغير سين طيب طبعا احنا هنكامل عادي جدا زي ما احنا متفقين يلا نشوف سين قس اتنين على اتنين يبقى اتنين سين قس اتنين على كام على الاتنين زودت القص واحد ناقص تلاتة سين هقول لي زائد سابت لا يا باشا لا لا من زائد سابت اقول لي حدود التكامل من سفر الكام الاربعة لان دي تكامل محدد طيب حذرت اخو الكسين بقى زراف كده وما بينهم ناقص عوض باللي فوق الاول اربعة فاربعة بستاشر ناقص ثلاتة فاربعة باتناشر وعوض باللي تحت سفر ناقص سفر ستاشر ناقص اتناشر يدينا كام ها اربعة وناقص سفر ناقص سفر هي السفر يدينا كام اربعة شفت بقى كده عملت ايه كاملت عادي جدا بس ما قلت الزاق السابت لا قلت حدود التكامل من سفر كام الاربعة عوضت بالاربعة الاول يبقى اربعة قس اتنين بكام بستاشر ناقص ثلاتة فاربعة باتناشر ناقص عوضت باللي تحت بعد كده يبقى على طول ستاشر ناقص اتناشر يدينا اربعة ناقص سفر يدينا اربعة وده اللي احنا بنشتغل على اساسه تعالى نشوف كمان التمرين واحنا بنشتغل اشتغل عادي جدا اهم حاجة تكون عارف القواعد الاساسية اللي عندك وانت تشتغل على اساسها ما تتعبش نفسك ما تتعبش نفسك في اي حاجة تعالى نشوف كمان تمرين وربنا وفقنا ان شاء الله تعالى بيقول لي ايه في جه بيقول لي تكامل الدلة تلاتة سين تربيع زائد سين زائد اتنين تكامل محدد من سالب واحد على الفترة من سالب واحد لكامل اتنين فترة مغلاقة بالنسبة للمتغير اللي اسمه سين نفس الكلام هنعيده تاني هنكامل عادي جدا وهنعود بالاتنين ونعود بالسالب واحد ونترحهم من بعض تعالى نشوف الكلام ده ونشوف احنا بنعمله ازاي اول حاجة يبقى سين قس تلاتة على تلاتة خلاص التلاتة اللي تحت طارت مع ايه التلاتة المعاملة زائد سين قس تنين على اتنين على اتنين زائد اتنين سين زائد سابت لا هتقول لي لا ده من سالب واحد لكامل لاتنين تعالى كده نشوف ونعود اول حاجة هنكوكسين كبار حلوين زراف كده نعود بالاتنين اتنين قس تلاتة بكامل بتمانية طيب هنا اتنين في اتنين باربعة على الاتنين فيها الاتنين زائد اتنين في اتنين بكام باربعة تعالى برضو نعود بالسالب واحد سالب واحد قس تلاتة القس فردي يبقى السالب واحد زي ما هو لان واحد في واحد في واحد سالب في سالب في سالب طالما القس فردي يبقى السالب يفضل زي ما هو والواحد قس تلاتة بواحد سالب واحد قس اتنين بموجب واحد يبقى زائد نص زائد اتنين في واحد باتنين خلاص كده اللي احنا هنشتغل على اساسه تعالى نشوف كده نشوف احنا بنشتغل ازاي تمانية واتنين عشرة عشرة واربعة يدينا اربعة احتاشر ناقص هنا يبقى واحد ونص يبقى تلاتة على اتنين على طول لان سالب واحد ومجاب اتنين يبقى واحد زائد نص يبقى واحد ونص اللي هو تلاتة على اتنين يبقى هنا على طول يديني لو حدت المقامات يبقى على طول تمانية وعشرين نقص تلاتة يدينا خمسة وعشرين على الاتنين اتنين في احتاشر بتمانية وعشرين نقص واحد في تلاتة بتلاتة يدينا خمسة وعشرين وهنا واحد في اتنين باتنين يدينا خمسة وعشرين على الاتنين دي اللي احنا بنشتغل على اساسه وده اللي انت لازم انت تكون عارف. عملت ايه هنا? يلا نعيدها تاني مع بعض ثلاثة سين قص اثنين زودت القص واحد يبقى قص ثلاثة على ثلاثة المعامل راح مع الايه اللي في المقام بعد كده سين قص اثنين على اثنين وهنا اثنين سين حدود التكامل من سليب واحد بكام لاثنين. عود باثنين. اثنين في اثنين في اثنين تطلع بثمانين. اثنين في اثنين باربعة. على الاثنين في الاثنين. اثنين في اثنين باربعة. ناقص. عود بالسالب واحد. سالب واحد قص ثلاثة. بالسالب واحد. زائد سالب واحد في سالب واحد. واحد على الاثنين. هي واحد على الاثنين. وهنا بسالب واحد. معلش? دي بسالب واحد. خلي بالك في اثنين. يبقى سالب اثنين. معلش انا اسف. هنا سالب اثنين. واحنا بنغيرها. تعال نشوف دي. نشوف العملية دي موجودة معي ازاي? نعود بتمانية. واتنين. عشرة. عشرة واربعة. يبقى كام? عندك اربحتاشر. عشرة واربعة? اربحتاشر. وهنا دي سالب واحد وسالب اتنين. يبقى سالب تلاتة. يبقى سالب اتنين ونص. يبقى سالب خمسة على الاتنين. مضروبة في السالب يبقى موجب خمسة على الاتنين. يبقى عندك دي تطلع تلاتة وتلاتين على الاتنين. تلاتة وتلاتين على الاتنين. خلاص يا جماعة? ماشي. تاني. انا عملت ايه? عوبت باللي فوق. اتنين في اتنين في اتنين تطلع بتمانية. اتنين في اتنين باربعة على الاتنين فيها الاتنين. هنا زائد اتنين في اتنين بكام باربعة. ناقص اللي تحت. سالب واحد. قس تلاتة بسالب واحد. وهنا سلب واحد قس اتنين بواحد على الاتنين يبقى يدينا نص. وهنا بسلب واحد في موجب اتنين بسلب اتنين. لما جيت عملت دي العملية دي تمانية واتنين عشرة واربعة يدينا اربعة احتاشة. لما جينا هنا عملنا سلب واحد زائد نص يدينا سلب نص وسلب اتنين سلب اتنون ونص اللي هو سلب خمسة على الاتنين في السلب يدينا موجب خمسة على الاتنين. خمسة على الاتنين. طيب يبقى هنا اربحتاشر زائد خمسة على الاتنين يطلع تلاتة وتلاتين على الاتنين. ده الناتج اللي موجود عندي. تلاتة وتلاتين على الاتنين. تعال بقى نبص كمان لتمرين. وطبعا انت آآ شغلك عادي جدا بسيط. هي كل العملية عملية حسابية. ممكن تشتغل بالقالة الحسبة تطلع العملية الحسابية معاك بسهولة ويسر. تعال نشوفه وتخلي بالك من الاشارات واحنا بنعمل آآ العمليات الحسابية في الجامعة والطرح. تعال نشوف كمان تمرين ونشوف هنعمله ازاي. طبعا لما تبص للأفكار هتتلاقيها هي هيها. الافكار بتقرر بس بيطلع في الاخر ناتج. تكامل محدد بتطلع كيمة محددة ليه. هادي اللي انت بتشتغل على اساسه. تعال نشوف المسألة دي. يقولك تكامل سين زائد ثلاثة في اتنين سين ناقص واحد بالنسبة للتكامل محدد من سالب واحد لواحد بالنسبة للمتغير ايه? سين. طبعا احنا كنا قبل كده. طيب نعمل ايه فيها? نضربهم. تعال نضرب بقى مع بعض. الاول من سالب واحد لواحد. سين في اتنين سين باتنين سين تربية. ابعد موجب في سالب بسالب. تلاتة في واحد بكم? بتلاتة. هنا الوسطين. بموجب ستة سين. الطرفين بسالب سين. موجب ستة ناقص واحد سين يدينا كام? خمسة سين. يبقى موجب خمسة سين. اصبحت شكل التكامل سهل ان انا اكاملها بعد ما اضربتها. تعال نشوف. كامل زود القس واحد يبقى اتنين على تلاتة سين قس تلاتة. زائد خمسة سين قس اتنين على كام? على اتنين ناقص تلاتة سين. هتود زائد ثابت? لا. هدود التكامل من سالب واحد لكام? لواحد. عود بالواحد مرة. ونعود بسالب واحد مرة. تعال نشوف. نعمل كسين. كبار كده. جمال. عود بالواحد. هتطلع اتنين على تلاتة. زائد خمسة على اتنين. ناقص تلاتة. عود بالسالب واحد. يبقى سالب واحد قس تلاتة بسالب واحد. في الاتنين يبقى سالب اتنين على تلاتة. سالب واحد قس اتنين بموجب واحد. في خمسة على اتنين. يبقى خمسة على الاتنين. وهنا السالب واحد في سالب تلاتة بموجب تلاتة. هتعمل للعملية دي بالقالة الحزبة. يبقى هيطلع على طول عندك ناقص تسعة وعشرين على ستة يدينا سالب تمانية وعشرين على ستة اللي هي سالب اربحتاشر على تلاتة. على الاتنين فيها الاربحتاشر وعلى الاتنين فيها التلاتة. تعال نشوف الكلام ده انا عملته ازاي? اول حاجة روح تضارب. اضربت الكسين في بعض وطلعت الناتج بقى مقدار سلاسي. سين في اتنين سين باتنين سين تربيع. بعدت وضربت التاني. موجب في سالب بسالب. تلاتة في واحد بكام? بتلاتة. طيب. اه لما جيت عملت كده. اه جبت الطرفين. سين في سالب واحد بسالب سين. وموجب تلاتة في اتنين سين بموجب ستة سين. ستة سين ناقص واحد سين يدينا خمسة سين. بقت مقدار سلاسي. زود القس واحد وقسم على القس الجديد. زودت القس واحد وقسمت على القس جديد. ناقص تلاتة سين. وحدود التكامل من سالب واحد لواحد. خدت الكسين بتوعي. عوضت بالفوق الكبير الاول. اللي فوق على طول بيبقى الكبير. عوضت بالواحد. ناقص. عوض باللي تحت. عوضت وطلعت الناتج. تلعت سالب اربا احتراشر على تلاتة. اه كل العملية عمليات سهلة وبسيطة. وانت بتتعامل معها. تبقى عارف انت بتتعامل معها ازاي. وطبعا اه كل المسائل. مسائل اه نفس الافكار بتاع التكامل الغير محدد. بس التكامل الغير محدد كنا بنضيف سابت التكامل لانه ملوش كيمة معينة. بعد ما بنضيف سابت التكامل اه خدنا التكامل المحدد فيطلع كيمتها محددة. عشان كده سميها بالتكامل المحدد. بطلع كيمة عدد حقيقي. تعال نشوف كمان تمرين مع التكامل المحدد. نشوف بقى كده تكامل اه الدلة سين في سين تربيع زائد واحد كله قس اتنين. تعال تشوف الكلام ده وانت بتشتغله. بتشتغله ازاي? لو بصيت. ده كوس والسعادة. كوس والسعادة. طيب الله مضروف السين. طب مشتكت ما بيداخل الكوس هنا كام? اتنين. طيب يبقى هنا المشتكت دي اتنين سين. دي موجودة سين. يبقى اتضرب انا عاوز اتنين سين. يبقى هضرب في اتنين وقسم على كام? على الاتنين. يبقى هقول اول حاجة بالضرب في اتنين والقسمة بسطا ومقاما. خلاص. بسطا ومقاما. بسطا ومقاما. تعال كده. يبقى اصبح شكل التكامل من اتنين لتلاتة. اتنين سين. تربط في اتنين. وقسمت على اتنين اللي هي النص برا هو. في سين تربيع زائد واحد كل قس اتنين بالنسبة لسين. سهلة التكامل بتاعي. خلاص. دي مشتكت ما بداخل الكوس. نعمل ايه? هدي النص ما ليش دعوة بيه. هقوم التكامل يبقى على طول سين تربيع زائد واحد قس تلاتة على كام? على تلاتة. زائد مكترة سابت? تقول له لا يا باشا. لا. من اتنين لكام? لتلاتة. طيب. دي من اتنين لتلاتة. تعال بقى كده ونشوف. ادي السوتس. اتنين في تلاتة بسوت. واحد في واحد بواحد. اتنين في تلاتة بستة. تعال. نعوب بقى. العملية اللي جوه. تلاتة في تلاتة كام? بتسعة زائد واحد. يبقى عشر. عشر قس تلاتة بالف. نقص. اعوبة بالتنين. اتنين في اتنين. باربعة. اربعة زائد واحد. خمسة. خمسة قس تلاتة. بكام? بمية خمسة وعشرين. يبقى هنا على طول الف نقص مية خمسة وعشرين. يبقى تمنمية خمسة وسبعين. على كام? على ستة. طبعا الناتج طلع كده. اللي هو لو انت جيت تختصره. هيطلع مية خمسة واربعين وستس. تعالى نشوف تاني. في المسألة دي. عملنا ايه? عملنا الاتي. قلنا المشتكت هنا كوس والسعادت. المشتكت ما بداخل كوس اتنين سين. اللي برا سين. اللي مضروعة فيها. فاضطر اضرب في اتنين واسم على اتنين. بالضرب بسطر ومقامل في اتنين. تعالى لما ضربت دي في اتنين بقى اصبحت اتنين سين. واسمت على الاتنين. صح صح معاي. يبقى هنا الدلة في مشتكتها. يبقى ماليش دعوة بيدا. يبقى هكامل الكورس. يبقى قس تلاتة على تلاتة. طبعا مضروبة في نص. يطلع ستس. عوضت باللي فوق الاول. تلاتة تلاتة بكام? بتسعة. زائد واحد يدينا عشرة. عشرة قس تلاتة بكام? بالف. ناقص. عوضت باللي اتنين. اتنين في اتنين باربعة. واحد خمسة. خمسة قس تلاتة بكام? بمية خمسة وعشرين. الف ناقص مية خمسة وعشرين. بتمنمية خمسة وسبعين. على الستة. يطلع مية خمسة واربعين وستس. اه طبعا دي كده كلام بسيط جدا على التكامل. اه طبعا بيبقى فيه افكار متعددة. يعني انت بتفكر وازاي تحصل على الناتج وازاي تتعامل معها. احيانا بيجي يقول لك ايف مسألة? يقول لك اه اوجد كيمة يجيب لك كيمة التكامل. يقول لك مسلا اه التكامل ده بيساوي مية او اربعين او خمسين. اه ويجيب لك حاجة مجهولة داخل عملية اللي موجودة عندك بتاعت التكامل. ويقول لك يوجد كيمة المجهول اللي موجود. اه دي هنتعامل معها ازاي? هنشوف مسألة من مسائل كتاب الوزارة. الجمال اللي موجودين عندنا في التكامل المحدد. تعال نشوف. اوجد كيمة بيه التي تجعل الدل التكامل الدلة المحدد من صفر البيه. حيث سين في واحد ناقصين بالنسبة للمتغير سين بيساوي صفر. يعني التكامل المحدد من صفر البيه للدلة دي كنتو بتسوي كام? صفر. خليك ناصح. طبعا انا حلاك انها مسألة عادية خالص. ماليش دعوة. هقول له يا عم التكامل بتاعنا. اضرب السين جوه من صفر البيه. يبقى سين ناقصين قس اتنين. بالنسبة للمتغير سين. دي كله بيساوي كام? صفرا. زود القس واحد. سين قس اتنين على كام? على الاتنين. ناقصين قس تلاتة. على كام? على تلاتة. هقول زاد ثابت لا. ده تكامل محدد. يبقى من كام لكم? من صفر لبيه. هقول له تعالى يا باشر. بسيطة اوي. اعوض مرة بالبيه. بس اعوض مرة بالبيه. اهو. كوسين. وما بينهم ناقص. اعوض بالبق به تربيع على اتنين. ناقص به تكعيب. على كام? على تلاتة. اعوض بالصفر. يبقى صفر ناقص صفر. هنا يبقى تلاتة به تربيع. ده كله بيساوي كام? صفرا. او عتنسى. يبقى هنا على طول تلاتة به تربيع. ناقص اتنين به تكعيب. على الستة بيساوي كام? صفر. طبعا دي ناقص صفر يبقى هو نفس المقطر. بالضرب في ستة يبقى تلاتة به تربيع. ناقص اتنين به تكعيب بيساوي كام? صفر. طيب ناخد ايه? به تربيع مشترك. اخد به تربيع مشترك. لما اخدها يبقى عندي تلاتة. وهنا ناقص اتنين به تكعيب على به تربيع يدينا به. بيساوي صفر. يبقى كاملة به تربيع بيساوي صفر. معلش انا عملها لك انا عشان تبقى واضحة بالنسبة لك. اهو. يبقى عندي به تربيع بيساوي صفر. ومنها به بيساوي صفر. اول قيمة به. وهنا تلاتة ناقص اتنين به بيساوي صفر. ومنها به بيساوي اتنين تلاتة على اتنين. ها دي كيمة البيه التانية. يبقى به عندي بصفر. وبه بتساوي تلاتة على ايه? على اتنين. انا عملتي ايه بقى? داي. تعال انبص لها. وشوف تتعامل معها ازاي? اول حاجة. بيقول لي تكامل من صفر اللي تبقى. سين في واحد ناقص سين. بالنسبة لسين قال لي لو كان التكامل ده بيساوي صفر. عاوز كيمة به اللي تجعل ان التكامل ده بيساوي صفر. روح تضار بالسين في الكوس. يبقى سين في واحد بسين. ناقص سين في سين بسين تربيع. بيساوي صفر. تعال كاملت سين قس اتنين على اتنين. ناقص سين قس تلاتة على تلاتة. حدود التكامل من صفر الباق. عوضت بالباق. به تربيع على اتنين. ناقص به تكعيب على تلاتة. ناقص صفر ناقص صفر. طبعا لما واحدت المقامات اتنين في تلاتة بستة. به تربيع في تلاتة بتلاتة به تربيع. ناقص اتنين في به تكعيب باتنين به تكعيب بيساوي صفر. طبعا ضربت في ستة يبقى تلاتة به تربيع ناقص اتنين به تكعيب بيساوي صفر. خدت به تربيع مشترك يبقى تلاتة ناقص اتنين به بيساوي صفر. يبقى به تربيع بيساوي صفر ومنها به بيساوي صف. وهنا تلاتة ناقص اتنين به بيساوي صف. يبقى به بيساوي تلاتة على كام على اتنين. دي ببساطة جديدة وازاي انت بتتعامل مع المسائل اللي زي كده. طبعا اه اول ما بتشوف حاجة زي كده بتتخضي عليها وتقول لأ انت تشتغل شغلك عادي عندك القواعد بتاعتك. ما فيش اي تفكير الا في حدود القواعد. والحاجة بتجيلك مباشرة وببساطة شديدة. انت لما توجد العلاقة ما بينش صورة السؤال والقاعدة اللي في دماغك. اتعرف تحل المسألة بمنتهى السهولة. اه يعني مثلا لما نيجي نبص كمان مسألة نفس الفكرة اللي هي قبل كده بتاع توجد كيمة به. لو قال لي اوجد كيمة جيم او اي او سين او عين او لام او نون اي اي قيمة. تعال نشوف الكلام ده لو اداني التكامل. اوجد كيمة جيم التي تجعل التكامل جزر سين بالنسبة لسين حدود التكامل من صفر الجيم بيساوي مية اربعة واربعين. تعال كده نشوف ايه الكلام ده. هنكمل عادي جدا. فاكر. يلا نكمل مع بعض. قبل اي حاجة دي معناها تكامل. من صفر الجيم نهاية مسألتنا سين او سين او سين الجزر بيساوي مية اربعة واربعين. طيب بنعمل ايه تاني? زود القس واحد هنكمل عادي جدا. واحد واثنين يبقى تلاتة على الاتنين. هنا على تلاتة على اتنين فاكر. اقول لك اقلبها. واثنين على تلاتة عشان تبقى معامل. حدود التكامل ما تقولش زائد ثابت. حدود التكامل من صفر الجيم يساوي مية اربعة واربعين. خلاص? تعالا بقى كده نشوف. نعود بالجيم. هنا بالاسماء على اتنين على تلاتة. يبقى سين قس تلاتة على اتنين من صفر لجيم بيساوي مية اربعة واربعين في تلاتة على اتنين. ما هو انا اسمت عليها يبقى بضرب في المعكوس الضربية بتاعها. تعالا كده اتطلع دي لما تضربها ميتين وستة عشر. تعالا بقى نشوف. نعود بالجيم. يبقى جيم قس تلاتة على اتنين. ناقص سفر. عودت بالبسط الاول في اللي فوق الاول ناقص اللي تحت. يبقى جيم قس تلاتة على اتنين. ساوي ميتين وستة عشر. طيب نعمل ايه? تعالا نشوف. لو احنا ربعنا الطرفين. يبقى جيم قس تلاتة. يساوي تربيع الطرفين. يساوي ميتين وستة عشر قس تنين. باخذ الجزر التكعيبي. جزر التكعيبي. يبقى جيم بيساوي ستة وتلاتين. تاني عملتي ايه? تعال. دي جزر التربيعي لسين. بالنسبة للمتغير سين. حدود التكامل من صفر للجيم. بيساوي مية اربعة واربعين. يبقى هنا على طول جزر سين اللي هي سين قس كام? نص. شرط الجزر. بالنسبة للمتغير سين. بيساوي مية اربعة واربعين. زودت القس واحد. يبقى تلاتة على اتنين. على تلاتة على اتنين. قلت لك لا اقلبها واجتبها كمعامل قدامها. اتنين على تلاتة. حدود التكامل من صفر الجيم. خليتي المعامل برة عشان ما يلبخنش في العملية الحسابية واشغني. بيساوي مية اربعة واربعين. وروح تقسم عليه عشان اخلص منه وتبقى الشكل ده بسيط عندي. سين قس تلاتة على اتنين من صفر الجيم. بيساوي مية اربعة واربعين. في تلاتة على اتنين. مع الاسم عليها يعني تضربها في المعكوس الضربي بتاعها. طيب لما تيجي حاجة زي كده ونبدأ نشتغل حطيت جيم قس تلاتة على اتنين او عوضت بصفر يبقى ناقص صفر بيساوي متين وستاشر. يبقى جيم قس تلاتة على اتنين بيساوي متين وستاشر. عشان اشيل العلامة الجزر التربيعي اللي هي النص دي اللي في المقام تلاتة على اتنين. فبقول تربيع الطرفين. اقول هنا قس تنين وهنا قس تنين. بقت جيم قس تلاتة. تطلع متين وستاشر وكل قس تلاتة. هنا يبقى باخد الجزر جيم قس تلاتة بيساوي مربع العدد ده. لما تاخد الجزر التكعيبي بالالة الحسبة تطلع معاك ستة وتلاتين. وقت جيم طبعا كده كل الافكار بتاع التكامل المحدد معاك خلصت. كل الافكار اللي عندك في كتاب الوزارة كلها خلصت كده وانتهت على كده. لما بيجي بقى التكامل المحدد بنستفيد منه بايه? في حاجة اسمها ايجاد المساحات. المساحة اللي بتكون تحت المنحنة. تعال نشوفي الكلام ده ونشوف احنا هنعمله ازاي? بص معايا ببساطة جدا بعض التطبيقات البسيطة. اللي هي المساحة. ايجاد المساحة اللي تحت المنحنة. الحاجة التانية الحجوم. طبعا هنخش في بداية المساحة النهاردة. مش هنخش فيها قوي. وهنكمل الحلقة الجاية فيها. لكن لما تيجي بص لبعض التطبيقات على التكامل المحدد. هنبص المساحة وناخد التعريف ونتعامل معها. وناخد ان شاء الله تعالى بعض التمرينات كده الخفيفة البسيطة. اللي تخلينا تزبطنا وازاي نقدر نحل المسألة. ازاي نقدر نتعامل معها. ان شاء الله تعالى. تعالى نشوف كده بعض التطبيقات على التكامل المحدد. بقولي ازا كانت سات بيساوي دالسين. والصد دي دلة متصلة. الصد دي عندي دلة متصلة وغير سالبة. على الفترة من الف لبه. فان مساحة المنطقة المحصورة بين منحنة هذه الدلة والمستقيمات. الصد بيساوي سفر يعني بيقولك ومحور السينات. وسين بيساوي الف وسين بيساوي به. تعطي المساحة بيساوي تكامل من الف لبه. صد بالنسبة للمتغير سيني. اللي هو تكامل الدلة من الف لبه. اللي هي دلة سين بالنسبة للمتغير سيني. بيقولي لو انت عندك منحنة زي كده. اهو. وحدود التكامل من الف ليه به. ويخلي بالك انها في الجزء الموجب. طالما الجزء الموجب يبقى التكامل يكون آآ علمته آآ موجبه. ما بحطش اي اشارات قدامه معناها اشارة موجبه. يبقى التكامل موجبه. طب لو كان تحت المنحنة. لو كان سالب. يبقى علمته سالبة. يبقى التكامل يكون سالب. تعال نشوف كده. الحتة دي اللي موجودة. يبقى انا لما يكون عندي حدود التكامل. حدود التكامل اللي هي الفترة. الفترة دي تكون الدلة فيها موجبه. يبقى التكامل موجبه. طب لو كان الفترة دي الدلة فيها سالبة. يبقى التكامل سالب. المساحة. آآ تقول سالب التكامل. وهيتطلع في الاخر. المساحة لازم ان تكون وحدة موجبه على طول. آآ لما تيجي تبصل هنا. بيقول لي كمان آآ تبعت اطلقات. لو انت آآ اذا كانت اهو. آآ صاد بيساوي الدلة سين. متصلة وغير موجبه. على الفترة من الف لبه. فان مساحة المنطقة المحصورة بين منحنة الدلة والمستقيمات اللي هو صاد بيساوي سفر يعني هو محور السينات. وسين بيساوي الف وسين بيساوي بيه. فان المساحة في الحالة دي الجزء اللي هو موجود من الف لبه. وتحت في الجزء السالب. خلي بالك. في الحالة دي نقول المساحة بيساوي سالب صاد بالنسبة للمتغير في السين. اللي هو يكون التكامل من الف لبه. سالب دال سين بالنسبة لسين. يبقى هنا لو كان الفترة دي آآ فترة غير موجبة. خلي بالك متصلة وغير موجبة على الفترة من آآ لبه. يبقى معناها ان انا بجيب المساحة بحط اشارة سالب قدامها. طيب لو كانت موجبة ما حطش اي اشارة قدامها معناها الاشارة تكون موجبة. تاني يبقى انا لو عندي دالة متصلة ومعرفة على الف وبه. الدالة دي المتصلة. لو كانت غير موجبة فلما اجي اجيب المساحة بقول تكامل وحطه قدامها سالب. اما لو كانت الدالة دي متصلة وموجبة يبقى اجيب المساحة ما حطش اشارة سالب معناها انها الدالة موجبة. تعال نشوف تمرين عشان نشتغل على هذا الاساس ونشوف ان اعمله ازاي. آآ بيقول لي اوجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنة الدالة صعب بيساوي سين تكعيب والمستقيمات صعب بيساوي صفر وسين بيساوي واحد وسين بتساوي اربعة. يبقى حدود التكامل كام واحد وكام واربعة. طيب عاوزة اسألك السؤال كده قد لي من واحد الاربعة كده اللي عوضها بهنا. هتتلاقي الاشارة ايه? موجبة او واحد قس تلاتة بموجب واحد. اتنين قس تلاتة بموجب اتنين. آآ تلاتة قس تلاتة يعني آآ اتنين قس تلاتة بتمانية بموجب. وتلاتة قس تلاتة بسبعة وعشرين يبقى موجبة. اربعة قس تلاتة بآآ اربعة قس تلاتة بآآ اربعة وستين يعني موجبة. الله الله الله. يبقى الفترة من واحد الاربعة يبقى هنا هيطلع ايه? موجب. يبقى انا لما اجا اتعامل اقول المساحة. بيساوي تكامل الصاب بالنسبة لسين. حدود التكامل من كام? من واحد لكام? الاربعة. طي تعالى نشوف الكلام ده. يعني بيساوي تكامل من واحد الاربعة صاب اللي هو كام? سين تكعيب. بالنسبة للمتغير سين. طيب نكامل بقى? يبقى هنا على طول. سين قص اربعة? على اربعة. حدود التكامل من كام? من واحد الاربعة. تعال نبصي بقى كده. اهو. وما بينهم ناقص. اول بالاربعة الاول. اربعة 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 بكام? بمئتين ستة وخمسين. على الاربعة. بواحد. واحد اربعة. يبقى بواحد. على الاربعة. يبقى على طول يديني مئتين خمسة وخمسين. على الاربعة. وحدة مساحة. وحدة ايه? مساحة. وده اللي احنا بنشتغل على اساسه. وبنشوف احنا بنعمل ايه فيه. طيب. يبقى انا كده اخدت الحاجة اللي موجودة عندنا. وطبعا انت لازم ان تكون عارف انت بتشتغل ازاي? لو كانت الفترة مجابة يبقى المساحة بتكون مجابة. لو كانت الفترة سالبة يبقى المساحة بنتعامل بنحط في القانون سالب. ودايما الوقت معاكم بيبقى قصير. واتمنى لكم مستقبل باهر. والى حصة قادمة ان شاء الله تعالى. ونكمل مساحات. تطبيقات على التكامل المحدد. نكمل المساحات. وربنا الموافق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.